مشاهدين الكرام حياكم الله إذن على الهواء مباشرة مطار المنارق مراكش المطار التحفق التي صراحة تنافس دوليا هذا المطار صراحة تمت بترميمات وتمت إصلاحات جديدة وإنفاق يعني بعض الأموال التي خصصتها الدولة لهذا المطار صراحة المطار يعني جد جميل جدا ونريكم المطار من مظهره الجديد وشكله الجديد ويعني بحلول الصيف ونزول المسافرين بعد أزمة كورونا التي مرت والإغلاق التام الذي كان يعني يعم بهذه المدينة إذن هذا هو المطار كمطار من الخارج هذه هي التحفق صراحة التي يعني مظهرها جميل ومظهر صراحة يأتي بالسرور ويعني شيء في البلد نفرح به ومثل هذا الذي ننتظر ويعني مشايع تنموية جيدة تنافس دوليا ويعني يدخل الميزة الدولية إذن المطار هو هذا من الداخل كما ترى صراحة من الداخل يعني نقول أنه تصميم رائع يعني المهندز الذي قام به هندزت هذا المطار صراحة مهندز جيد رائع مع أن هناك عمالة أجنبية وعمالة داخلية في التصميم صراحة يعني هذا ينافس دوليا وهذا نريد أن نرى في بلدنا بكطرة في عدة مناطق وجهات يعني مشايع تنموية جد ممتازة إذن هذا هو مطار يعني المنار مراكش من الداخل على المباشر وعلى الهواء وهنا يعني خروج المسافرين القادمين يعني من عدة الدول لأن هناك صراحة اكتظاد في المطار وهناك نزول طائرات كثيرة وصعود أخرى إذن المطار يعني بالتوقيت الليلي هنا يعني الساعة الـ 11 أو الـ 12 ليلا هذا المظهر والتصميم من الجهر الأخرى من الخارج إذن كما ترون يعني هناك صراحة عناية جيدة بهذا المطار ووفود السياح بكثرة لأن هناك صراحة مدينة مراكش معروفة مدينة سياحية بامتياز وقدوم يعني الأجانب بكثرة إذن هنا بعد التلفاز يعني ترك نزول الطائرات التي يعني نزلت وتوقيت الطائرات إذن المظهر أمامكم والناس بانتظار المسافرين كل على حسب من ينتظر إذن منظر جيد ممتاز هذا هو مطار محمد يعني مطار المنارة مراكش من الخارج هنا هذه الجهة يعني يعني من اليمين إن كنت تقف مباشرة مع الباب والجهة التي تم تصورها من قبل تبقى على الشمال إذن أنمط من الداخل وخروج المسافرين إلى البوابة فهذه نقطة الوصول ترجمة نانسي قنقر